حدثناه شيم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعبي بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم فأمره أن يحلق قال ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيامين أو صدقة أو نسوك حفناه شيم أخبرنا خالد عن أبي قلابت عن كعبي بن عجرة قال قاملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من أصلها إلى فرعها فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك قال احلق ونزلت الآية قال أطعم ستة مسكين ثلاثة أصع من تمر حسن إسماعيل بن عمر حدثنا داود بن قيسين عن سعدي بن إسحاق بن فلاني بن كعبي بن عجرة أن أبا ثمامة الحناط حدثه أن كعب بن عجرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين يديه فإنه في الصلاة حسن عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعبي بن عجرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن ابي الليلة قال وحدثنا محمد بن جعفر اخبرنا شعبة عن الحكام قال سمعت ابن ابي الليلة قال لقياني كعب بن عجرة قال ابن جعفر قال الا اهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا او عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد قاق رأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعبي بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيامين أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنساء أو إنسك بشات أي ذلك فعدت أجزاءك حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعبي بن عجرة قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال على حاجبي فقال أي ذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلقه وصم ثلاثة أيامين أو أطعم ستة مساكين أو إنسك نسيكة قال أيوب لا أدري بأيتهن حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني الحكام قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقياني كعب بن عجرة فذكر الحديث حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعبي بن عجرة وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيامين أو صدقة أو نسوك قال فقال كعب نزلت فيي كان بي أذن من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغى بك ما أرى أتجد شاتا فقلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيامين أو صدقة أو نسوك قال صوم ثلاثة أيامين أو أطعم ستة مساكين نصف صاع طعامين لكل مسكي قال فنزلت فيي خاصة وهي لكم عامة حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل يقول قعدت إلى كعب في هذا المسجد فذكر معناه حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد فسألته عن هذه الآية فذكر الحديث وقال أطعم ستة مساكين كل مسكي نصف صاع من طعامين حسنا حجاج أخبرنا أبن أبي ذئب عن سعيد المقبولي عن رجل من بني سالمين عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج لا يريد إلا الصلاة فإلا كان في صلاة حتى يقضي صلاته ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وقم ليتساقط على وجهي فقال أتؤذيك هوامك هذه قال قلت نعم قال فأمرني أن أحلق وهم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها وهم على طمع أن يدخل مكة فأنزل الله الفدية فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعم فرقا بين ستة مسكين أو أصوم ثلاثة أيامين أو أذبح شاتا حدثنا محمد بن بكر أخبرنا أبن جريج أخبرني محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن بعض بني كعبي بن عجرة عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فأحسنت وضوءك ثم عمدت إلى المسجد فأنت في صلاة فلا تشبك بين أصابعيك حدثنا قران بن ثمامين أبو تمامين الأسدي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن كعبي بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأحسنت وضوءك ثم خرجت عمدا إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعيك قال قران أراه قال فإنك في صلاة حثنا محمد بن بكر أخبرنا أبن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن كعبي بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا أن يحلق رأسه من القمل قال صم ثلاثة أيامين أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو أذبح حنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعبي بن عجرة قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا كثير شعر فقالك أن هوام رأسك تؤذيك فقلت أجل قال فاحلقه واذبح شاتا أو صم ثلاثة أيامين أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين حتى ناسحاق بن سليمان الرازي أخبرني مغيرة بن مسلمين عن مطر الوراقي عن أبن سيرين عن كعبي بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها قال ثم مر رجل متقنع في ملحفة فقال هذا يومئذ على الحق فانطلقت مسريعا أو قال محضرا فأخذت بضبعه فقلت هذا يا رسول الله قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه حسنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل بن مقرئ عن كعبي بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم ثلاثة أيامين أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاتا حسنا حسين بن محمد حدثنا سليمان يعني ابن قرمين عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل المزني قال سمعت كعب بن عجرة يقول في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة في نزلت هذه الآية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلينا بعمرة فوقع القمل في رأسي ولحيتي وحاجبي وشاربي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي فدعاني فلما رأاني قال لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر ادعو الحجام فلما جاءه أمره فحلقني قال أتقدر على نسوك قلت لا قال فصم ثلاثة أيامين أوي أطعم ستة مساكين لكل مسكي نصف صاع من تمر حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا الحكم الحكم عن أبن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال نزلت في حدثنا عفان حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن أبن أبي ليلى عن كعب بن عجرة هذا الحديث حدثناه شيم أخبرنا أشعث عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة بنحو من ذلك إلا أنه قال أطعم المسكين ثلاثة آصع من تمر بين ستة مسكين حدثنا إسماعيل وابن أبي عادي عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال ابن أبي عادي إن كعب أحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكراه وقال ثلاثة آصع من تمر بين ستة مسكين حثنا سفيان عن أبن أبي نجيح عن مجاهد عن أبن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا حين حلق رأسه أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيامين أو يطعم فرقا بين ستة مسكين حدثنا يحيى بن سعيد عن صفيان حدثني أبو حصي عن الشعبي عن عاصمين العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل ونحن تسعة وبيننا وسادة من آدمين فقال إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوضة ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعانهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوضة حان عبدة بن سليمان أخبرنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة قال فعلمه أن يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حتى نيحي عن سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني أبن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه بالحديبية قال ورأسه يتهافت قم لم قال أي أذيك هوامك قال قلت نعم قال فاحلق رأسك قال في نزلت فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيامين أو صدقة أو نسوك قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سم ثلاثة أيامين أو تصدق بفرق بين ستة أو بنسوك ما تيسر حتى يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن كعب بن عجرة قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فقربها فأمر رجل متقنع فقال هذا يومئذ على الهدى قال فاتبعته حتى أخذت بضبعه فحولت وجهه إليه وكشفت عن رأسه وقلت هذا يا رسول الله قال نعم فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه حدثنا يزيد أخبرنا شاريك بن عبد الله عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن كعب بن عجرة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وقد شبكت بين أصابعي فقال لي يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعيك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوبا عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه أو ينسك نسكا أو يصوم ثلاثة أيامين أو يطعم فرقا بين ستة مسكين حدثنا هاشم حدثنا عيسى بن المسيب البجلي عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال بينما أنا جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهورنا إلى قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة رهة أربعة موالين وثلاثة من عربنا إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حتى أنتهى إلينا فقال ما يجلسكم هاهنا قلنا يا رسول الله ننتظر الصلاة قال فأرم قليلا ثم رفع رأسه فقال أتدرون ما يقول ربكم عز وجل قلنا الله ورسوله أعلم قال فإن ربكم عز وجل يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد عهد أن أدخله الجنة ومن لم يصلي لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب قال لما نزلت أن الله وملائكته يصلون على النبي قالوا كيف نصلي عليك يا نبي الله قال لقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ونحن نقول وعلينا معهم قال يزيد فلا أدري أشيء زاده ابن أبي ليلى من قبل نفسه أو شيء رواه كعب ون